اتحاد الكورة بيدرس إحالة شيكابالا ودونجا نبيل عماد دونجا للجنة الانضباط بسبب اللي عملوه ما بعد مباراة نهائي كأس مصر لو المراقب ذكر الوقع في تقريره هيتم عقوبة عليهم من قبل لجنة المسابقات لو المراقب ما ذكرش الوقع لجنة الانضباط هتوقع اللجنة عليهم عقوبة تتراوح بالإقاف تتراوح ما بين 6 ل 8 مباراة بارح وانا داخل الهوى ما كنتش شفت كام لقطة كده دقيقوني عديت عليهم مرور الكرام تمام؟ أنا هطلب طلب واحد سهل وبسيط إدارة نادي الزمالك الحالية هي إدارة في غاية الاحترام وكل مواقفها وقراراتها الماضية في الفترة الأولى دي قرارات أشدنا وسنشيد بيها دائما وأبدا ما تشكش فيهم ما تشكش في قراراتهم ما تشكش في أخلاقهم ما تشكش في مبادئهم كل حاجة عملوها بشكل أقرب للمثالية فرجاء رجاء كلنا بنحب شكبالة ما فيش حد بيحب الكرة ما يحب الشكبالة الحريف ده الطبيعي يعني بس كلنا دائما وأبدا عندنا ألف تحفظ على شكبالة في مواقف مكررة زي دي ما احنا مش هنفضل ده شكبالة بيعتزل يعني خلاص فاضل له سنة سنتين وهيبطل كرة احنا بقالنا خمستاشر سنة بنقول يا شكبالة رجلس فكرة انت موهوب يا شكبالة انت لعيب يا شكبالة احنا بنحبك وكل موقف نقرر نفس الكلام لأ كفاية شكبالة مبادئة عمل حركة كان ممكن الحمد لله السورة العظيمة بتاعت مبادئة دي ما بزتش بس كان ممكن كل حاجة تبوز ليه انا بلقوم على كابتن نادي الزمالك كابتن نادي الزمالك ومرة اخرى مين ما يحب الشكبالة اللعيب بس مين يحب مواقف وحركات شكبالة اللي بيعملها في المواقف او في المباريات اللي زي دي مين يحبها ومين يرضى بيها ومين يسيبها تعدي ومحنا اللي بنتسيبها نعدي او بنتديها مبرر بتتكرر مرة واثنين وألف الحركات دي ما ينفعش يبقى ليها مبرر أنا بقول كده لإدارة الزمالك وبقول كده الجمال الزمالك والله ما ينفع يبقى ليها مبرر أدام الحالة كويسة يعني إيه الحالة كويسة العلاقات كويسة بالأهل والزمالك الجمهورين مبارح الأهل والزمالك قاعدين من غير فواصل وقلنا يا سلامه على عظمة الموقف وجماله قلنا كده لين أنا بجنن تبقى الدنيا كلها ماشية سلام وهنى وسعادة وواحد من هنا ولا من هناك يبقى واصلك كل حاجة وللأسف للأسف للأسف الشكبالة مواقفه للشباه دي كتير للأسف يعني أنا مقتنع أن مجلس إدارة الزمالك المحترم ليه موقف قبل ما يبقى اتحاد الكرة أو لجنة لندوقات يبقى ليها موقف أحب أن مجلس إدارة الزمالك يبقى ليه موقف وهم حرين في قائراتهم يبحثوا الموقف يشوفوه يحللوه يقيموه ويأخذوا القرار المناسب